تسبب التلقيح ضد طعون المشترات في نفوق 58 رأس ماعز منذ الشهر الماضي في ولاية أنعامة ولا تزال عملية نفوق متواصلة أن عبر مربوء الماشية عن استيائهم وتدمرهم الشديدين كما نشدوا السلطات القائمة على قطاع الفلاحة بإعطائهم نتائج التحليل التي لم تصلهم إلى غاية اللحظة حسب تصريحاتهم إذن أن التلقيح ضد طعون المشترات هو السبب في نفوق عدد من رأس ماعز منذ الشهر الماضي